موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة هذا الأسبوع من خطوط تميس في حلقة هذا الأسبوع الدور الإقليمي لمصر حضور قوي وتنوع في دوائر الحركة مشاهدين الكرام بحكم الثقل الديمغرافي وأيضا الموروث الحضاري والثقافي وأيضا الموقع الجغرافي لمصر بالإضافة طبعا إلى الثقل الثقافي والسياسي لمصر تكون القاهرة حاضرة بقوة في الإقليم خصوصا أن هذا الإقليم يشهد اضطرابا وتعقيدا للأزمات وأيضا تشابكا لهذه الأزمات على ضوء هذا تكون القاهرة ومصر حاضرة في مختلف هذه الأزمات التي تحدق بهذا الإقليم ومن ثم يكون أيضا لها دور وقد استطاعت بحسب مراقبين أن تستعيد القاهرة دورها الإقليمي من جديد بعد الثلاثين من يونيو خصوصا بعد حالة الاستقرار الكبيرة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسئلة التي نطرحها في هذا الأسبوع مشاهدين الكرام وفي حلقة هذا الأسبوع من خطوط تماس كيف تتحرك مصر على هذا الصعيد وسط الاضطراب الذي تعيشه المنطقة والإقليم خصوصا على ضوء تشابك الأزمات وتعقدها أيضا إذا كان الدور الإقليمي ليس سكا مفتوحا لأي دولة كما يرى البعض إذن كيف استطاعت مصر استعادة هذا الدور من جديد بعد مرحلة الاستقرار التي تشهدها في الفترة الحالية وإلى أي حد النجاحات التي حققتها مصر في الداخل تنعكس على دورها وما تقوم به في الخارج ومن مساعدة الدول الموجودة في الإقليم على تجاوز العقبات والتحديات والأزمات التي تواجه هذه الدول كل هذه الأسئلة مع غيرها من الأسئلة سوف نطرحها على الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد ربيع أديهي دكتور محمد ربيع أهلا بك وكل سنة وحضرت طيب أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب والشعب المصري بخير وسلامة جميلة اسمح لنا دكتور محمد ومشاهدين الكرام نخرج إلى فاصل سريع بعده نبتدي الحوار مع دكتور أديهي أهلا بكم من جديد نبدأ الآن نقاشنا مع الدكتور محمد ربيع أديهي الباحث في العلاقات الدولية دكتور محمد قبل ما نتكلم عن الدور الإقليمي لأي دولة خلينا نبسط للمشاهد الكريم إيه هو مفهوم الدور الإقليمي أو قيام دولة بالحضور في الخارج على مسرح قضايا وأزمات ربما تحيط بالمنطقة المحيطة أو الإقليمي اللي هي بتوجد فيه باختصار بسيط إذا كنا سنتحدث عن الدور الإقليمي لأي دولة أين كانت هي الدولة هي يتمثل في مدى قدرة وفاعلية هذه الدولة في ممارسة وتطبيق أهدفها في السياسة الخارجية بالإقليم المحيط بأننا كنا مثلا على سبيل المثال سنتحدث على مصر سنجد أن مصر تقع ضمن إقليم العربي سمو الإقليم الأفريقي أو حسب ترتيبات أجندة السياسة الخارجية المصرية أفريقيا والوطن العربي متساويين في نقطة واحدة وهو إقليم كبير جدا كنا نتحدث على هذا الإقليم أو هذه النقطة الإقليمية وسنجد أن الدور المصري توسع خلال السنوات الأخيرة بشدة في المنطقة تجاوز العديد من العقبات التي كانت واجهته بعد الربيع العربي لم تكن مصر فقط التي أصيبت بانتكاثة ولكن أيضا الإقليم جميع أو الدول المحورية في الإقليم أيضا أصيبت بانتكاثة نتيجة سورات الربيع العربي كان هناك أطمع أوحيطت بدول أخرى إقليمية أوحيطت بالإقليم وكانت تسعى إلى مواجهة الدور المصري والدور العربي أيضا في الإقليم نتحدث أيضا عن قدرة القيادة وهنا إن كنا نتحدث عن الدور الإقليمي هناك العديد من العلماء في علم السياسة رأوا أن القيادة لها دور كبير جدا في فاعلية هذا الدور القيادة تمسل الفكر أو صانع السياسة الخارجية للدولة وهي التي تؤدي إلى قدرة الدولة على لعب هذا الدور على فاعلية هذا الدور أيضا توجهات السياسة والتجاهات ووجهات نظر القيادة السياسية في أي دولة هي التي تؤثر على هذا الدور تجعله أكثر فاعلية تجعله أكثر مرونة في التعامل مع الأهداف الخارجية وكيفية التعامل أيضا مع التهديدات التي تحيط بالسواء كنا نتحدث بها حول المحيطة بالدولة المصرية أو أي دولة ما ربما نشاهد مثلا على الصعيد الدولي كيف غير ترامب وأن كنا نتكلم عن أن الولايات المتحدة هي دولة مؤسسات إلا أن القيادة غيرت ترامب حينما كان موجودة في الحكم غيرت في سياسة الولايات المتحدة سواء كانت تجاه الإقليم أو تجاه العالم أجمع يعني ليس فقط تجاه إقليم أمريكا الشمالية ولكن أيضا تجاه العالم أجمع البعض بيرى أن الدور الإقليمي لأي دولة بتلعب دور إقليمي أو بتكون حاضرة خارج نطاق حدودها السياسية أن الدور الإقليمي ده بيتأثر عندما يكون داخل هذه الدولة مشاكل وأزمات بيتلاشى أو بيتراجع أو بيقل تأثرها ودور المفروض تلعبه في الإقليم إلى أي مدى ده برضو بيرتبط استقرار الدولة داخليا بقدرتها على مواجهة التحديات الموجودة في الإقليم يعني لا يمكن أن نتحدث أن دولة لديها مشاكل في الداخل ولديها أزمات سياسية أو اقتصادية بأن تلعب دور إقليمي خارجي أي دور إقليمي لأي دولة يجب أن يكون تتمتع باستقرار داخلي تتمتع بقدرة أيضا نوعية سواء كنا نتكلم بها هذه القدرة أو مقدرات الدولة الشاملة نتكلم عن الجانب الاقتصادي يعني الجانب العسكري يعني الجانب السياسي ومرونة الحركة فيها الجانب السياسي وقدرة الدولة على التفاعل مع المجتمع المحيط بالمجتمع الدولي أو الإقليمي أيضا في الداخل يجب أن يكون هناك هذا الهدوء وعدم استقرار واضطرابات داخلية عدم وجود مهددات في الداخل يعني لو شاهدنا الفترة التي كانت يحدث فيها أعمال إرهابية أو عنف في مصر كيف كانت تواجه مصر في هذه الفترة الإرهاب وكانت تسعى لبناء دور إقليمي يعني بالمناسبة من بعد عام 2013 أو بعد ثورة عام 2013 كان هناك محاربة للإرهاب في ظل قيام دور مصر بدور إقليمي أو سعي الدولة المصرية لاستعادة هذا الدور الإقليمي بشدة شاهدنا هذا من خلال التمثيل في المحافل الدولية وكيف كانت الخارجية المصرية أو مصر تتحدث عن ضرورة موجهة ومجابة الإرهاب وطرحت رؤية بأن موجهة الإرهاب لن تكن عسكريا فقط ولكن يجب أيضا أن يواجه الإرهاب فكريا وأن الإرهاب لا يهدد مصر ولكن يهدد المنطقة ربما يسأل سائل دكتور محمد لماذا أو ما الذي يدفع بدولة ما إلى أن تلعب دورا إقليميا أو أن تكون حاضرة في الخارج في أزمات هل يعني ابتغاء تحقيق الهدوء في الإقليم فقط أم أن لها أيضا مصالح وتأمين مصالح سواء لمواطنيها أو لهذه الدولة تحصل عليها بلعب دور إقليمي في خارج حدودها السياسية كلا الجانبين هو تحقيق مصالح في الأساس ثم بعد ذلك الاستقرار الإقليمي إن كنا نتحدث أن دولة تقع في إقليم غير مستقر بالتالي ستتأثر بهذه الأوضاع شاهدنا كيف على سبيل المثال سنكون داخل الحالة المصرية بما أننا نتحدث عن الدولة المصرية أو عن الوضع في مصر أما حينما كان هناك اضطرابات على حدود مصر مع ليبيا كانت الأوضاع في هذا الجانب غير مستقرة تماما لدرجة أن توصفات الأمم المتحدة كانت في عام 2016 وصفت بأن الحدود المصرية مع ليبيا هي حدود رخوة لعدم تواجد الجانب الليبي أو فعالية الجانب الليبي في تأمين الحدود مع مصر وشاهدنا كيف كان هناك هجمات من هذا الاتجاه تأدي من ليبيا إلى مصر هجمات إرهابية أو غير الآن نتحدث أن قدرة الدولة المصرية وسعيها لاستقرار الأوضاع في ليبيا أدى إلى استقرار هذه المنطقة حتى السيد الرئيس عفتح السيسي حينما حدد سرط الجفرة بخط أحمر هو كان تحديد لأن هذه المنطقة أن نتجاوزها هو يعني تهديد للأمن القوم المصري يعني عدم استقرار مصر في الداخل لذلك الاستقرار الداخلي وعناصر الاستقرار الداخلي سواء كنا نتحدث بقى عن استقرار اجتماعي استقرار سياسي استقرار في النظام السياسي استقرار حتى في النظام أو الوضع الأمني عدم وجود اضطرابات أمنية أو غيره كل هذه العناصر المكونة للاستقرار تؤدي بالتالي إلى قدرة الدولة أو جهزية الدولة اللي لها بدور أكثر أقليميا أهداف الدولة إن كنا نتحدث عن ليبيا كان هناك مصالح في ليبيا ليس لمصر بالمناسبة أي مصالح سوى استقرار ليبيا الاستقرار الأمن القوم المصري هنا نتحدث أن هناك مصالح أيضا لأي دولة من خلال لعب الدور الأقليمي في الخارج لعب الدور الأقليمي يعني لها مصالح سواء كنا نتحدث على قدرة على التصويق أو قدرة على العمل في الجانب الاقتصادي يكون هناك علاقات اقتصادية مع بعض الدول يكون هناك علاقات سياسية يكون هناك دعم للموقف الدولة في المحافل الدولية من خلال لعبها بدور الإقليمي كل هذه الأهداف هي موجودة على أجندة جميع الدول أو على رأس أهداف أجندة جميع الدول طيب إمتى دكتور محمد نقدر نقول أو نحكم على دور إقليمي لدولة أنه بيصعد هذا الدور أو فيه انخفاض وهبوط نقدر نحكم على هذا الدور من عناصر الاستقرار الداخلي إذا كان هناك عدم استقرار في الداخل سيكون هناك تراجع السياسة التي يقوم بها أو تمارسها هذه الدولة في الإقليم إن كانت السياسة عدائية أو تتمثل في إسقاط الدول ومحاولة تفتيت الدول هذا الدور يتلاشى سريعا لأن الشعوب كثيرا ما تعي خطورة التهديدات المحيطة بها وتعي أعداءها بشدة لذلك يكون يتراجع الدور سريعا الدور الإقليمي لأي دولة يمكن أن يتراجع أو يكون هناك تراجع من خلال أيضا رؤية قيادة إن كانت القيادة السياسية لهذه الدولة ترى بضرورة أن ينحصر دورها بعيدا عن الإقليم وتذهب إلى انكفاء في الداخل أو تمارس دور بعيدا عن لعب دور إقليمي أكثر تأثيرا أيضا هناك عوامل دولية أخرى أو إقليمية أخرى هو موجود قوة إقليمية أو قوة دولية أكثر تأثيرا تؤدي إلى تراجع هذا الدور في الإقليم أو في المنطقة طيب دكتور محمد هل يمكن أن نعمل مقارنة بين الدور الإقليمي لدولة ما في الوقت الحاضر والدور الإقليمي اللي كانت بتلعبوا نفس الدولة في فترات تاريخية سابقة ولا بتكون صعب عمل إجراء هذه المقارنة بيكون موجود مقارنات كثيرة للعب هذا الدور أو الدور الإقليمي اللي بتلعبوا دولة ويعني داريس علوم السياسية دائما بيذهبوا لمثل هذه المقارنات ليتم قياس مدى فعالية الدولة في عهد قيادة معينة أو في فترة زمنية معينة على سبيل المثال لو خدنا الحالة الأمريكية أو حتى فرنسا في عهد ساركروزي وفرنسا في عهد ماكرون هناك اختلاف كبير جدا في لعب دور إقليمي وفي لعب دور دولي هناك أيضا اختلاف بين الحالة الأمريكية الآن أو في عهد ترامب وفي عهد أوباما كلا الحالتين أو غيرهم من الحالات هناك اختلاف في آليات حتى لعب هذا الدور في آليات تنفيذ الأجندة للسياسة الخارجية هناك اختلافات لذلك دائما يعني ما يكون هناك مقرنات ودراسات مقرنة لبحث مدى التغير وما هي التغيرات التي ترأت على هذا الدور لأنني كما أشرت هناك مجموعة من العناصر التي قد تحد من هذا الدور أو قد تواجه هذا الدور وعلى الدولة بمرونة سياستها الخارجية أو درجة المرونة التي تتمتع بها السياسة الخارجية موجبهة أو مواكة هذه التحديات بصورة ما لتظل تلعب هذا الدور لذلك ربما يتراجع دور بعض الدول إقليميا أو دوليا ثم يعود مرة أخرى للعب دور بصورة جديدة قد يكون القيادة السياسية في دولة ما هي الفاعل أو هي العنصر الرئيسي في تراجع هذا الدور لرؤية القيادة أنه ليس من صالحة أن تلعب دور إقليمي في هذه المرحلة يعني على سبيل المثال لو نظرنا إلى منطقة الشرق الأوسط في أجندة الولايات المتحدة الأمريكية هي منطقة يعني تعوج بالصراعات هي أقصر منطقة بها أزمات عسكرية وسياسية أو صراعات على المستوى العالم وإلا أن الولايات المتحدة ما ذالت متمسكة بهذه المنطقة ولا ترغب بوجود أي منافس دولي لها في الإقليم أو في منطقة الشرق الأوسط بصورة عامة حتى روسيا حينما تدخلت ددخلت في بعض النقاط المحددة التي يمكن أن تلعب فيها دوره ولكن الولايات المتحدة ما ذالت تجاه بهذا الدور الروسي تواجهه بشدة لذلك هناك يعني أو درجة ثاعلية الدور الإقليمي يتركز على دور القيادة يتركز على المحددات أو التحديات التي تواجه الدولة في الإقليم أو على المستوى الدولي في الفترة الرهينة لذلك يتراجع فترة ما أو يعود مرة أخرى هذه كلها أدوات لقياسة هذا الدور طيب دكتور محمد ومشاهدين الكرام اسمحوا لنا ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق سعادة السفير أهلا بك وكل سنة حوالة طيب أهلا بك كل سنة وكلنا طيبين ومصر الخير يا رب دايما يا رب أمين وإحنا بنتكلم عن الدور الإقليمي لمصر والحضور القوي والتنوع في دوائر الحركة وكنا بنتكلم مع دكتور محمد ربيع الديهي عن الدور الإقليمي وإمتى بتكون دولة ما قادرة على لعب دور إقليمي في محيطها أو حتى فيما يتجاوز العمق الاستراتيجي بتاعها من وجهة نظر حضرتك دكتور جمال وإحنا بنتكلم مثلا على الحالة المصرية سعادة السفير إزاي حضرتك بتشوف الدور الإقليمي لمصر في الفترة الحالية وفي بداية 2011 في العشر سنين اللي فاتوا ووصولا لحد دلوقتي هو يعني الدور الإقليمي لقوة إقليمية لا يبتدع ولا يخترع التاريخ والجغرافية وضعات مصر في هذا الموضع الجغرافية طبعا موقع عبقري كما وصفه كثير من الكتاب قناة سويس بين بحرين مهمين البحر المتوسط والبحر الأحمر في قلب الأمة العربية على يمينك نصف الأمة العربية على يصلك نفس الشيء في مدخل القارة الإفريقية تاريخ أقدم دولة في العالم ثم أكبر شعوب الأمة العربية من حيث تعجاز السكان ومن أكبر اقتصادات الدول العربية وإفريقية ثم قوة مسلحة جابت الأفاق دفاعا عن الحريات منزهب أحمص ليطرب الهكسوس من الشام منزهب صلاح الدين ليدافع عنا ضد الحملات الصليبية تاريخ طويل ثم طبعا ارتبط هذا بالحاضر والحاضر واضح فيه محمد علي وعالي النيل جمال عبد الناصر وحركات الاستقلال في إفريقيا والذي سعد أيضا كل حركات الاستقلال في الدول العربية ثم نفاذ سياسي كبير في فترة بطرس غالي وكلمة بطرس غالي في أي دولة إفريقية لها واثنها تأخرنا قليلا على المستوى الرئاسي لكن ظلت مصر هي مصر وأنا أعارف كل من يدعي أن دورنا تراجع الذي تراجع هو الوجه الرئاسي وطبعا له أهمية كبيرة لأنك على المستوى الرئاسي والقيادي تستطيع أن تحصل على أشياء أكثر وأسطع بسبب حدثة محاولة الاعتداء على رئيس مطر في قديسة بابا ثم مع كبر السن وطول المدة تأخرت العلاقات الرئاسية لكن الآن ولله الحمدين صرنا منذ خمسة أو ست سنوات في عهد الرئيس عبدالدين يعني ربنا يديله الصحة جاب القارة طولا وعرضا رأس القارة الإفريقية في 2019 مثل الدول العربية الإفريقية في مجلس الأمن لمدة سنتين كعضو غير دائم في مجلس الأمن استضاف القمة الأوروبية العربية استضاف قمة إفريقية واضح أن هناك نشاط يغطي كل ما يريد أشقائنا وأقربائنا وأصدقائنا في القارة الإفريقية وفي العالم العربي بل وفي الاتحاد الأوروبي أن يستخدمون مصر فيه وأنا بصراحة أريد أن أكون هنا صريح قليلا عندما كنت أرأس الجانب المصري في المفاوضات مع أوروبة كنت أنبه الأوروبيين أن أي خيال يطوف بكم لأن يكون لكم أي تواجد في المنطقة العربية أو لفريقية دون مصر أو بتجاهولية يعني أنهم الأحلام التي لن تتحقق وكل أعلم هذا حتى الولايات المتحدة أعتقد حتى في أشد أيام العلاقات التي كانت يعني متوترة قليلا ووقت الرئيس أيزن هاور والرئيس جمال عبد الناصر في تلك الفترة يعني أيزن هاور كتب عن عبد الناصر أو قال عن عبد الناصر أشياء إيجابية بدأت العلاقات المصرية الأمريكية مساعدات القمح الأمريكية لمصر وكنا نتفحها بالجنيه المصري ازداد هذا في عهد الرئيس هذا طبعا إذن مصر لها قيمة ومن يريد أن يكون له قيمة في منطقتنا يبدأ برأس المنطقة وهي مصر وهذا شيء لنا الدعيه وإنما هو حكم التاريخ والجغرافية وقدرات مصر وقواتها الشاملة التي تشمل كل شيء بحكم هذه العوامل وهذه القدرات سعادة سفير ولكن على مدار التاريخ هناك بعض الدول والقوى حاولت أن يكون لها وجود وتأثير في الإقليم وربما أيضا تنافس مصر في هذا الدور في بعض الدول ربما حاولت أنها تستفيد من حالة عدم الاستقرار والاضطراب لشهادتها مصر من 2011 ومن ثم وجدنا حتى أدوار لدول إقليمية حاولت أنها تلعب في بعض الدول وتزعزى استقرارها زي في فترات إيران، تركيا، قطر وخلافه حضرتك بتشوف إزاي هذه الدول وغيرها ربما تكون قادرة على منافسة الدور المصري وربما تكتذب أو تاخد حصة من التأثير والنفوذ المصري في محيطها الإقليمي ودائما عندما نحاول أن نقيم تجربة نأخذ سطرة طويلة هذا الكلام عظيم بالحضرات تقوله إنما هو ربما ظهر في فترات محدودة لكن أقول لك قراءة للتاريخ على المدار نقول 50 أو 60 سنة أنا عملت فيها في السلك الدبلوماسي كل من خالف مصر عاد ووافق مصر بعد عشرات السنين الأمريكان يعني عادونا عندما اعترف جمال عبد الناصر بالصين والصين الآن هي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة الروس عياروا جمال عبد الناصر أو عكبوه عندما انضموا إلى منظمة التجارة العالمية الجات الآن الروس دخلوا بعدنا ب43 سنة أمريكا كانت تعاقبنا عندما نتعامل بين جمال عبد الناصر وكاسترو في كوبا الرئيس أوباما زار كوبا أخيرا وصلت كوبا في الفلك الأمريكي كصديق وجاريك كل مسيرة السلام أين مصر الآن بعد مسيرة السلام وقد استردت كامل ترابها وانطلقت تنمي نفسها وبين الثلاثة أو الأربعة دول التي سمت نفسها جبهة الرفض وكلها ما زالت محتلة أراضية وانقسمت على نفسها ولم تبلغ أي شيء فإذا ما تفضلت به حضرتك طبعا هو فتراته قد تمضي يتصور البعض تواهوما أنه يستطيع أن يمضي دون مصر أو أنه يمكن أن يحصل على صدقات أفضل من ما ترح على مصر لكن يثبت التاريخ أن مصر دائما كانت على الحق وخصوصا وأننا لم نستخدم أبدا قواتنا ضد أحد قواتنا كانت دائما للدفاع عن مصر وعن أمتها في العالم العربي وفي إفريقيا تمام شكرا لحضرتك سعادة السفير جمال بايومي مساعد وزير الخارجية الأسبق كنت معنا عبر الهاتف ونعود مشاهدينا لاستكمال النقاش مع دكتور محمد ربيع أديهي الخبير في العلاقات الدولية دكتور محمد وإحنا نتكلم عن أن مصر ما كانش بعد استعادة تعافيتها من جديد في ظل إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تمتلك رفاهية الانتظار والوقت وإستطاعت أنها تدخل لملفات كانت مسيطرة على المنطقة أو مهددة للمنطقة زي على سبيل المثال تحدي رئيسي وهو الإرهاب وكانت هناك دعوات من الرئيس السيسي سواء في الداخل أو في الخارج لضرورة التعاون لمواجهة الإرهاب وقطع أذرع الإرهاب وأيضا وقف التمويلات التي تحصل عليها الجامعات والعناصر المتطرفة من بعض الدول بما يهدد استقرار الدول العربية في الإقليم إلى أي مدى حضرتك بتشوف الدور ده كان مؤثر وأيضا استطاعت الدولة المصرية أنها يكون لها دور في مواجهة الإرهاب وزيما رئيس السيسي قال في أحد حواراته أن مصر بتواجه وبتحارب الإرهاب نيابة عن العائلة يعني مصر لعب الدور كبير جدا في مواجهة الإرهاب من بعد رحيل حكم الإخوان وقيام صورة 2013 وكان الدور المصري واضح وجالي جدا سواء بدماء الشهداء المصريين اللي راحوا في هذه العمليات لمواجهة العمليات الإرهابية سواء كان نتحدث في سيناء أو في بعض الأماكن المصرية التي نفذ فيها الجرائم التي نفذت فيها العديد من الجرائم الإرهابية هذا الدور المصري الذي ربما عبر عنه الرئيس عفتاح السيسي في أولى أو في أول زيارة له للأمم المتحدة خلال اجتماعات الأمم المتحدة وقال أن مصر تحارب الإرهاب وأنه يجب أن يكون هناك تكاتف دولي لمحاربة الإرهاب بل أنه طرح رؤية بأن وقف ومحاربة الإرهاب لا يكن فقط عن طريق المحاربات العسكرية أو الدخول في حرب عسكرية ولكن أيضا يجب تكفيف منابع الدعم الإرهاب وأعلن حينها ضرورة تجديد الخطاب الديني لمجابهة أيضا الأفكار التطرفية أو الإرهابية الموجودة لدى البعض المتطرفين أو النقاط التي يستغلها بعض المتطرفين لدعم أفكارهم وهي أفكار خاطئة بالمناسبة نحن نتحدث أيضا أن الدور المصري كان جالي وواضح في الدفاع عن الأراضي المصرية أن كنا نتحدث عن الحرب في الإرهاب الآن المجتمع الدولي أصبح يردد وجهة النظر المصرية وأصبح مقتنع تماما بأن مجابهة الإرهاب أو مواجهة الإرهاب لا تكون إلا من خلال تكفيف منابع الدعم للجماعات الإرهابية وهي ما يعبرت عنه اجتماعات الأمم المتحدة مؤخرا خلال عامين الماضيين ربما مصر كانت سابقة في طرحها بضرورة مواجهة الإرهاب من خلال تكفيف منابع الدعم له وكانت هناك وجهة نظر واتبعت مصر أو اتبعت العديد من الدول العربية التوجه المصري في ضرورة تكفيف منابع الدعم وكان هناك إجراءات قوية لمراقبة الدعم الآتي لمثل هذه الجماعات ومحاربة الدول التي كانت تقدم لها يد الدعم سواء كانت توفير ملاز آمن أو دعم مادي أو جستي أو عسكري كل هذه الدعم الآن مصر أو كما قال السيد الرئيس مصر كانت تحارم نيابة مع العالم في الأراضي المصرية وكانت تدافع أيضا عن الحدود المصرية سواء كنا نتحدث عن الإرهاب التي كان متواجد أيضا في ليبيا والذي لن يتمكن من دخول مصر وكان الهدف الرئيسي هو إسقاط الدولة المصرية نحن نتحدث أيضا أن ملف الإرهاب كان دائما حاضر على رأس أجندة السياسة الخارجية المصرية كان الرئيس عفتح السيسي لم يذهب لمحفل دولي أو محفل إقليمي إلا وتحدث عن ضرورة مجابة الإرهاب وضرورة مواجهة الإرهاب أيضا وزارة الخارجية وهي الممثل لوجهة نظر المصرية كانت لم يذهب وزير الخارجية أيضا لمحفل دولي إلا وتحدث عن مخاطر الإرهاب وضرورة مواجهة الإرهاب وكانت كما أشرت وكهة النظر المصرية واضحة في هذا الشأن هو تكفيف منابع الدعم المقدم للجماعات الإرهابية أو دعم الإرهاب سواء من خلال توفير الملازل آمن أو الدعم الليوجستي وكذلك مواجهته عسكريا وفكريا تمام طيب احنا ما ينفعش نفصل مواجهة الإرهاب عن البناء والتنمية اللي حصلت في مصر ومن ثم استطاعت مصر يكون لها حضور في عدد من الملفات أو الأزمات الموجودة في المنطقة زي الأزمة الليبية الأزمة في سوريا الأزمة في اليمن طبعا الأزمة الفلسطينية والقضية الفلسطينية والحضور فيها إلى أي مدى بتشوف مصر ابتدت ترجع تلعب دور يكفل علاج أو المساعدة في علاج وحل هذه الأزمات خصوصا أن البعض كان بيأخذ في دول من خارج إقليم أو من خارج المنطقة العربية ابتدت تلعب دور ربما مستغلة غياب أو تراجع الدور المصري في فترة من الفترات يعني الدور المصري ربما كانت توجهات القيادة أو يعني كان هناك كلمة للسيد سفي الجمال بيوم وهو يتحدث قال أن غابة الرئاسة أو غياب الرئاسة كان هو المؤثر بصورة ما على الدور الإقليمي لمصر ولكن يعني أو ما نسميه بالقيادة السياسية القيادة السياسية منذ أول يوم لها في تولي الحكم أو إدارة شؤون مصر كان لها توجه واضح وهو دعم الدور المصري الإقليمية لذلك شهادنا تحركات مصرية لدعم الاستقرار في ليبيا دعم الاستقرار في سوريا دعم الوفاق بين الفصائل الفلسطينية واستضافت مصر العديد بل أرسلت مصر رئيس جهاز الاستغبارات للتوافق أو التوصل لتوافق بين الفصائل الفلسطينية وخاصة أنه كان هناك خلاف كبير بين الفصائل الفلسطينية الدور المصري واضح تماما في هذه الملفات أو في الملفات المنطقة هو ضرورة استقرار إقليم وضرورة استقرار الأذمات فيها وعدم تصاعد هذه الأذمات أو تفجر هذه الأذمات جميع الدول التي تدخلت في هذه الأذمات أدت لتصعيد الأذمات لأنها ربما يكون لها أهداف أو مطامع ربما لو نظرنا إلى الدور التركي نظرنا إلى أدوار أخرى في الإقليم الدور الإيراني على سبيل المثال في سوريا له مطامع أيضا هذه الأدوار واضحة للغاية أن هناك مطامع لها في الدول تسعى لكذب نفوذ لها أو كذب أرضية لها في هذه الدول لتحقيق مطامعها الدور المصري غير طامع في أي شيء إلى الاستقرار لأن مصر تدرك تماما أن استقرار هذه الدول أو استقرار الأقليم سيؤدي إلى مزيد من الرياضة لمصر في دورها الإقليم وكانت هناك الرؤية مصرية أيضا بتدع إلى الحفاظ على تماسك الدولة الوطنية للدول والحفاظ على المؤسسات الوطنية لهذه الدول ووحدتها إزاي التجربة المصرية دي أو الرؤية المصرية دي يتم تطبيقها على أو تنفيذها في هذه الدول خصوصا لبتعاني من اضطراف يعني هذه الرؤية هي ثابت من ثوابت الدولة المصرية أو ثابت من ثوابت السياسة الخارجية المصرية في الوقت الراهن وهو دعم المؤسسات الوطنية للدولة دعم مؤسسات الدولة بأن تظل قوية متماسكة لأن مصر حينما جاءت السنة التي حكم فيها الإخوان شهادنا كيف يفكر هذه الجماعة الإرهابية في تفتيت الدولة كان هو تفتيت هذه المؤسسات تقسمها خلق الفتن فيها وتمزيق المؤسسات أو إسقاط هذه المؤسسات الوطنية لذلك حينما نرغب أن يكون هناك دولة قوية لابد من دعم مؤسسات هذه الدولة ولابد من استفاف مؤسسات أو استفاف الشعب لدعم مؤسسات الوطنية وهنا نصل تماما بين دعم المؤسسات الوطنية وهنا القيادة كانت توضحة في هذا الشأن بأنها لا تدعم أشخاص ولكن تدعم المؤسسات أو تدعم دولة المؤسسات بأن تظل متماسكة لأن هذه المؤسسات هي التي ستؤدي إلى تماسك الدولة ومجابات أي خطر وهذا يفعنا إلى الإشارة إلى أن من الأسباب التي صرعت أو عجلت بأن تستعيد الدولة المصرية عفيتها من جديد أنه كان هناك دماسكا للمؤسسات الرئيسية في الدولة المصرية وهي على رأسها المؤسسة العسكرية التي استطعت أن تتعامل باحترافية عالية وفوتت الفرصة على كل المغرضين سواء في الداخل أو الخارج ومن ثم طوال الوقت المؤسسة العسكرية أصبحت هدفا للضرب عليها من قبل الأعداء في الداخل والخارج حتى يستطيعوا هد أو بث خلل وعدم ثقة في نفوس المصريين في المؤسسة العسكرية بالضبط هو الهدف الرئيسي هو كان إثقات المؤسسة العسكرية أو هز ثقة الشرع المصري في المؤسسة العسكرية لأن الجميع كان يدرك وجميع الباحثين والمحللين السياسين يدركوا أن المؤسسة العسكرية بالنسبة للشرع المصري لا تعني أن الجيش أو القوات المسلحة المصرية لا تعني أنها ليس قوات أتيها من الخارج ولكن هي من أبناء الشرع المصري هم أبناء الدولة المصرية جميعهم فترة التجنيد الإجباري وربما جميعنا أدين هذه الفترة سواء أنا أو حضرتك أو حتى المشاهد الكريم الكثير منهم أدى هذه الفترة يدرك تماما حب المواطن المصري لبلده يدرك كيف أن الجندي المصري يدافع بقتال أو باستفسال من أجل وطنه لذلك هناك ثقة عمياء بين المواطنين وبين مؤسسات الدولة سواء كنا نتكلم في القوات المسلحة المصرية أو حتى في الشرطة نحن نتحدث الآن أن هؤلاء الجماعات الإرهابية أو حتى الدول التي كانت ترغف في إضعاف الدور الإقليم المصري أو إسقاط الدولة المصرية كانت ترغف في خلق الفتنة يعني ربما أتذكر الآن وظيقة صدرت عام 1985 ترجمت إلى العربية وهي وثيقة تتحدث عن الدول المعادية أو الدول الموجودة في الإقليم تحدثت أن أقصر المؤسسات حبا داخل الدولة المصرية وتما ثقا في المنطقة هي المؤسسة الجيش أو القوات المسلحة المصرية بخلاف باقي الدول التي تعاني من أزمات الدولة المصرية ليس لديها حتى وإن كان بها أزمات إلا أن المؤسسة العسكرية لديها القدرة على أن تجاب هذه الأزمات وتعيد مرة أخرى لحمة الشعب وهذا ما شاهدنا حتى في عام 2011 حينما رغب البعض في أن يشعل شباك الفتنة بين المصريين وبين مؤسسة القوات المسلحة كان هناك دور واضح من القوات المسلحة لمجابة أي خطر وانضمت لصفوف الشرع المصري حتى في 2013 لو لا انضمام القوات المسلحة لوكهة النظر المصرية والشرع المصري لاحتدم الثراع هذا يجعل يدفعنا للحديث عن تحديات أو ربما صعوبات تواجه تحقيق الرؤية المصرية في عدد من الدول العربية التي تواجه أزمات زي ليبيا واليمن وسوريا وهي طبيعة أو اختلاف طبيعة المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأخرى في هذه الدول عن طبيعة تكوين المؤسسة العسكرية المصرية ومن ثم ربما تواجه الرؤية المصرية في هذه الدول تحديات لأن ما بني في مصر أو الأسس التي بنيت عليها المؤسسات في مصر غير الأسس التي بنيت عليها المؤسسات الأخرى في الدول التي تواجه عدم استقرار يعني ربما كان في اجتماع القبائل الليبية الذي حضر السيد الرئيس عفتاح السيسي العام الماضي كان هناك كلمة لو ركزنا عليها لنفهم كثير جدا من الأمور تحدث بأن القوات المصرية أو الشعب المصري مستعد أن يدرب أبناء القبائل أو يدرب من يرغب من الشعب الليبي في أن يكون له ممثلا في المؤسسة العسكرية على كيفية الدفاع وأسس الدفاع لأن الجيش المصري وهنا نقف أو أبناء الجيش المصري أو المؤسسة العسكرية المصرية أو قوات المسلحة تربوا على حب الوطن فقط يعني جميعنا ندرك أن من يدخل في المؤسسة العسكرية هم أبناء مصر هم الذين يدافعون عن الدولة المصرية هم الذين يجودون بأرواحهم عن الدولة المصرية بخلاف بعض الدول التي نشاهد فيها بعض المرتزقة أو تأتي ببعض الأشخاص من دول أخرى ليحاربها وينضموا لصفوف جيشها مصر بخلاف ذلك لذلك مصر تسعى لتطبيق هذه التجربة في الدول العربية جميعا أو في العديد من الدول لأنها تدرك تماما أن حينما يكون المؤسسات بنيت في الأساس على حب الوطن وعن الدفاع عن الوطن وليس الولاء لأي أجندة أخرى أو أي اتجاهات أخرى هي في النهاية سيؤدي إلى استقرار الدولة وإلى عدم هدم الدولة يعني لو لا حب أبناء القوات المسلحة والشعب المصري للدولة المصرية أو شعب المصري للقوات المسلحة وأبناء القوات المسلحة لا كان هناك أذمة كبيرة حدثت في الدولة المصرية في عام 2013 ومات لها من حروب على الإرهاب وفي عام 2011 حينما انضمت المؤسسة أو الجيش لصفوف الشارع المصري أو صفوف أو جماهير الشارع المصري التي خرجت للتظاهر طيب دكتور محمد ونحن نتكلم عن الحضور المصري طبعا لا يخفى على أحد الحضور المصري في القضية الفلسطينية والسعي للتوفيق بين الفصائل الفلسطينية وأيضا لدعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوق المشروع كما كفلتها القوانين والقرارات الدولية بتشوف إزاي الدور المصري في الفترة الأخيرة والجهود المصرية المبدولة لاستعادة الشعب الفلسطيني حقوق المشروع وقبل كده التوفيق بين الفصائل المختلفة يعني مصر مش من النهاردة بتحمل عبق القضية الفلسطينية مصر منذ وجود الأزمة الفلسطينية ومنذ وجود الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أو الصراع العربي الإسرائيلي وهي تحمل على كاهلها عبق القضية الفلسطينية لم تذهب مصر لمحفل دولي أو حتى الرئيس عفتح السيسي حينما جاء إلى سدة الحق لا يذهب لمحفل دولي إلا وكان هناك حديث عن ضرورة استقرار الأوضاع وضرورة الاعتراف المتبادل وقيام والعودة إلى حدود 67 وهي وجهة نظر سابتة أيضا كان هناك وجهة نظر مصرية بأنه ضرورة توحد الفصائل الفلسطينية وعدم وجود هذه الفرقة في الداخل من أجل قيام دولة فلسطينية مستقلة تتمتع بكامل حقوقها وسيادة مصر دائما ما كانت تدعم الاستقرار في فلسطين أو العودة أو السعي لقيام دولة فلسطينية مستقرة مصر دائما ما تنادي بفكرة اللحمة بين الفصائل الفلسطينية لأنها ترى في هذا التمزق أو في الفرقة التي حدثة التي تحدث الآن والتي حادثة بين الفصائل الفلسطينية هي سبب رئيسي في عدم أو في إضاعة الكثير جدا من حقوق الفلسطينيين نحن نتكلم عن خلاف جبير جدا بين الفصائل يؤدي في النهاية لضياء حقوق الشعب الفلسطيني مصر دعمت هذا وعقتت العديد من الاجتماعات بين الفصائل لوحدة الفصائل الفلسطينية ودعم اللحمة بين الفصائل الفلسطينية على شدة المستويات يعني لم نتحدث أن الاجتماعات تكون على مستويات هينا ولكن حتى على مستوى القيادات في هذه الفصائل مصر استقبلتهم واجتمعت بهم من أجل تحقيق وتقارب وكات النظر في الداخل الفلسطيني إلى أي مدى برضو مسارات السياسة الخارجية المصرية والحضور المصري في الإقليم سواء الإقليم العربي أو الإقليم الإفريقي بيكون حاضر على ضوء مثلا بتحكم هذا الدور المصري جوانب إنسانية زي مثلا مساعدات بتقدمها مصر لعدد من الدول العربية والإفريقية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا سواء بتقديم المساعدات الطبية أو حتى في حل حصول كوارث طبيعية تقديم مساعدات غذائية وإنسانية يعني الدور المصري ليس جديد عليها هذا الدور مصر دائما ما تقدم مساعدات إنسانية ومساعدات اجتماعية العديد من الدول في العالم ودورها في الإقليم في ظل جائحة كورونا هو الدور الطبيعي الذي يؤكد ريادة الموقف المصري للمنطق والإقليم نحن نتحدث أن المساعدات التي قدمت سواء في الأزمة التي حدثت في لبنان أو في بعض الأزمات التي تحدث في المنطقة أو في الإقليم هو ليس جديد ومصر دائما ما تمد يد العون بالمساعدات سواء كنا نتحدث هنا عن مساعدات طبية أو غذائية لجميع الدول المنكوبة أو التي تعاني من أزمات ولكن في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة ذات هذا الدور وبرز بشدة كبيرة جدا الدور المصري ربما تراجع لسنوات نتيجة العديد من الأزمات ولكن مع تحقيق الرفاهية أو نوع من التحسن في مؤشرات الاقتصاد مع تحقيق نوع من الاستقرار في الداخل مع تحقيق العديد من الأمور التي تؤدي إلى قوة الدولة الشاملة برضت هذه المساعدات وأصبحت الآن نتحدث عن مساعدات إنسانية وغذائية سخية جدا للعديد من الدول تهدف في النهاية إلى دعم الاستقرار يعني مصر حينما تقدم مساعدات بالمناسبة ليس كما تقدم العديد من الدول لديها مطامع أو أهداف أخرى من هذه المساعدات هناك دول تقدم مساعدات ولها أهداف ومطامع في هذه الدولة مصر تقدم للجميع مساعدات بدون أهداف أو مطامع مصر حينما تقدم للبنان أو تقدم لأي دولة لديها أذم مساعدات يكون الهدف أو حتى في أفريقيا الهدف الرئيسي هو استقرار الأوضاع وإنقاذ الشعوب ودعم حقوق الشعوب في الحياة طيب البعض ربما يتحدث عن عند الحديث عن الدور الإقليمي لمصر يتحدث عن استعادة أو مقارنتها مع التجربة النصرية في فترة الستينيات إلى أي مدى ممكن أو يكون صح إن إحنا نطرح هذه المقارنة وهل الظروف سواء الإقليمية والدولية وأيضا التحديات الموجودة تؤهل لعمل هذه المقارنة واستنساخ التجربة النصرية من جديد؟ في الواقع التجربة النصرية أو الفترة النصرية كان لها تحدياتها الخاصة وكان لها المعاقات التي تواجهها بخلاف المعاقات الآن نحن نتحدث أن الوقت قد اختلف كثيرا وأن التحديات اختلفت كثيرا التحديات في عهد النصر كان محاربة الاستعمار في الأساس الأول والمستعمر الآن هناك تحديات أخرى نكن نتحدث عن الاستعمار بشكل جديد نتحدث عن حروب الجيل الخامس نتحدث عن التطور التكنولوجي الذي أصبح ينقل أو يبص الإشاعات هناك كثير جدا من التحديات التي تواجهها الدولة المصرية لذلك يجب إن كنا نتحدث عن استنساخ تجربة عبد الناصر أرى أنها غير ملائمة الآن في الوقت الحالي ولكن هناك تجربة جديدة تطبقها الدولة المصرية إن كنا نتحدث هي رؤية في غاية الوضوح في هذا الملف أو من أجل لعب مصر دور إقليمي فعال في الواقع لديها العديد من الأسس مصر الآن تبني لديها محركات تنمية كثيرة أو لديها محاور تنمية كثيرة إن كنا نتحدث عن تنمية اقتصادية أو تنمية حتى في الريفة المصر وهي تصب في النهاية إلى التنمية الاقتصادية الآن مصر تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وغيرها كل هذه العناصر أو كل هذه التحرقات ربما لم تكن هناك مهددات مثل ذلك كانت موجودة في أثناء التجربة الناصرية نحن نتحدث عن تجربة جديدة تماما مختلفة وتحديات مختلفة تماما عن التجربة الناصرية لذلك مصر ربما يكون هناك بعض الأزمات وكانت موجودة في عهد عبد الناصر أو أزمات عسكرية موجودة في بعض عبد الناصر أو اضطرابات سياسية أو صراعات موجودة في المنطقة ولكن الصراعات اختلفت حتى طريقة الصراعات عبد الناصر كان كما أشارته يواجه الاستعمار أو كان يدعم الدول من أجل المطالبة أو نايل استقلالها نحن ندعم الدول من أجل الحصول على استقرارها وهنا المعضلة أصعب بكثير يعني إن كان عبد الناصر يدعم الاستقرار فهي مطلب مشروع لجميع الدول ولكن استقرار الدولة في الداخل ودعم مؤسسات الدولة لتقف مرة أخرى على قدميها كما يمكن أن يوصف أو تواجه هي عملية في غاية الصعوبة نحن الأزمة في ليبيا مؤقتة الأزمة في سوريا مؤقتة في اليمن مؤقتة نعم وصلت الفكرة نعم لذلك الأزمة كثيرة نعم شكرا لحضرتك دكتور محمد ربيع الديه الباحث في العلاقات الدولية شرفتنا وكل سنحق طيب شكرا لحضرتك كل عام بخير والشعب المصر بخير إن شاء الله مشاهدين الكرام وبكده نكون وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من خطوط تماث حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا إن شاء الله في الأسبوع القادم حلقة جديدة وموضوع جديد إلى اللقاء اشتركوا في القناة